مواضيع كتير اقتصادية مصرفية قضائية وحتى سياسية راح نقشها مع ضيفنا معالي وزير الاقتصاد البروفيسور الان حكيم معالي وزير الاقتصاد السابق اهلا وسهلا فيك اهلا فيك اهلا فيك يعني بداية اذا بتسمح لي راح اقرأ لك بعض الارقام اول شي باك تسمح لي اقول الف مبروك لصوت لبنان مبارك فيك هي اول مرة بقطع ببس مباشر ومرئة ومسموع وما هنالك اهلا وسهلا فيك يعني بداية قبل ما فهوض بملف الارقام والوضع الاقتصادي اليوم حديث الساعة بدي اضطرق لبعض المؤشرات راح اعطيك الارقام نرجع من ابناء العيون مؤشر البطالة اصبح 42% انهيار العملة بنسبة 90% مؤشر التضخم 759% المؤشر العام الصادر عن وزارة الاقتصاد 197% النفط ارتفع حوالي 1700% نسبة الفقر تتجاوز 70% حسب صندوق النقد الدولي اللي هو ممكن تكون اعلى الناتج القومي المحلي انخفض التلتين من 50 مليار الى 17 مليار بعد بينفع نعمل capital control بعد فيه capital تنامل عليه control اول شيء بدنا نسأل اذا فيه اقتصاد قبل capital control يعني ما فيه اقتصاد اليوم نحن اليوم بحالة بقاء survival mode الاقتصاد مفؤود كليا العجلة الاقتصادية وقفة والتدهور تيم على كل الاصعي دي وبكل القطاعات لسوء الحظ نعم وزايد عن الموضوع اليوم عم نحضر مسرحيات ومسلسلات متل ما معوضين ما بتخلص ما بتخلص وفيها حلقات كل مرة في كل يوم في حلقة جديدة حلقة جديدة حلقة جديدة والمغضوم الموضوع انه هالمسلسلات وهالمسرحيات عامتان بتجع يومين بتخطفي بترجع بتبين بعدين وما هونالك ومثل الكابت الكنترول يلي اليوم بعتقد هيدا سادس اقتراح الثالث يلي بيتحول على الهيئات اللي جان ويسؤت بس نحن نحن بدي افهم انا نحن شو نطرين كمواطنين وكشعب لبناني عامتان من هيك منظومة اليوم عندك صعوبة الوضع المالي والنقضة والاقتصادي بدك تزيد عليه سوء النية بدك تزيد عليه الفسد بدك تزيد عليه المحصصات وبدك تزيد عليه الانتخابات اللي رح تجي وبدك تزيد عليه كمان عدم المحيسبة وبدك تزيد عليه تحميل المواطن صرتوا اكيدين انه ما في محيسبة ما في محيسبة لليوم وتحميل المواطن عامة كل الوزر شو بدك يكون النتيجة الموضوع اللي عم نشوفه نحن اليوم بهالفوضى العامة ما بقى في شي اسمه منطق ولا علم لانه اذا نرجع للمنطق ولا العلم وبنعطي كل شي باسمه اما بنحدد التفسير بعض البنود كل شي بهون ولكن ما بدون هن منطق وما بدون علم والبرهان شو عم بيصير اليوم اليوم من بعد ما كان مفروض يتم منيقشة الكابتة الكنترول بالهيئة العامة بمجلس نواب تم رفضه لعدة اسباب من السبب الشكل طلعت حضرتك على الكابتة الكنترول المعارض ما شفته حتى عندك شي افضل خليني بجيوبك بموضوع واحد لا ثقة ما عندي اي ثقة لو جبتلي احسن كابتة الكنترول وحطيته قدام اصلا ما في شي اسمه كامل بهالحيات والكابتة الكنترول عامة اذا بدك بالضرورة لا اكيد ما فيك تعمل ما فيك تفوت بموضوع النقاش وعلى صندوق النقد دون اول شي اصلاحات اكيد وضم اطار الاصلاحات بدك كابتة الكنترول يلي فعليا اذا بدنا نرجع لسنتين لورا معمول ولكن بدون كوناني وبدون تشريع معمول على مزاجية المصارف معمول على مزاجية مصر في لبنان معمول على مزاجية الافريقاء اليوم يلي خربوا لبنان اليوم اذا رؤساء الليجان الموجودة بالمجلس النيابي يلي هني عم بيقرروا عم الشعب اللبناني هني والنواب الموجودين يلي منوا معترف فيهم من قبل المواطن اللبناني عامة عم نحكي يعني يلي خلقوا يلي خلقوا المشكل والازمة وويكبوا الازمة وخلقوها مثل ما قلت لك وزيدوها اذا بدك من هالناحية ودولوا معها بعجز تام بعجز تام هني اللي بدون يقولك حلول طب فيه شؤال بدنا نسأله لبعضنا طب ما الشخصي اللي عمل المشكل صغلوا 11 سنة موجود بس مين في غيره هيدا هو هيدا هو إذا بدك بيت القصيد اليوم عم نطالب نحنا تغيير هؤلاء عشان هيك مثل ما قلت لك العنوان الأول للكابيتال كونترول وخيره لأنه بدنا نكون مواضحين يتداولون الكابيتال كونترول متل ما تداولوا ملف سلسلة الدروات يبوا الرتب زيت الكوميديا زيت المسرحية متل ما تداولوا بملف النفايات زيت المسرحية متل ما تداولوا بملف الموازنة والضرائب الكهرباء يعني نحنا صرنا معاودين متل كليشي موجود مسلسل متل ما قلت لك بيصير وين عم بيتنيتشوا هني بالصلاح بالمخصصات إذا بدك عم ما بدك بالخصقصة وبموضوع المصالح الشخصية وبيتنيسوا المواطن اللبناني والبرهان نحنا اليوم مقدمتك يلي قلت بيحيالله بيرح الرئيس ماكرون كان عم بيتحدث مع الفرنسوية وجها لوجه بموضوع غلاء الأسعار وشو غلاء الأسعار عندهم أيرو أيرو نص واثنين أيرو وعم بيحكي معهم وج بوج تا يقدر يلاقي حلول والليوم الحكومة الفرنسية منكبة على حل أزمة الحرب الأوكرانية والأزمة المعيشية اليوم اللي عم بتتصيب العالم كله عامة وأوروبا خاصة أكيد تا يلاقيوا حلول عملية وعم بيلاقيوا حلول لأن الحلول يمكن ما تكون مية بالمية وكاملة ولكن الحلول أنا السؤال اللي بسألك بسؤال واحد مين اجتمع لمصلحة المواطن ما حدا أي أرار طلع لمصلحة المواطن ما حدا أي أرار إجاة يحمي المواطن ومعيشته وحياته اليومية ماشي شو عم نحكي ما هذا السؤال اللي بنسأله طيب بس أنه اليوم بأخرة النهار في باب ما ننفوت منه لنوصل إلى بداية حل إلى تحلحل بالوضع طيب اليوم صندوق النقد الدولي هو تقريبا بداية الحل وكيف ما ننفوت عبر عبر أي أي اكتراح ما هو حاطة شرط الكابيتال كونترول إذا بياخدوا كل موضوع ما كل ملف وبيسيسوا مثل ما هني بدون بعطيك مثل الكابيتال كونترول إذا بتفوت بمعنى الكابيتال كونترول ما بتشوف شيء اسمه حماية المودع بالكابيتال كونترول الكابيتال كونترول معمول تدبير رقابي لضبط رأس المال تتخذها الحكومة البنك المركزي وا 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 بهدف الحد من تدفق رأس المال الأجنبي من وإلى الاقتصاد الوطني فقط ولا غير أعمالية ضبط للرأس المال صح لا أكتر ولا غير فإذا عم بيجوا عم بيلابسوا هالموضوع عم بيلابسوا حماية المودع لإعطاؤوا نمط شعبوي سياسي وعرفين أنوا سيوصلوا لأنوا سينجبروا يوصلوا على كابيتال كونترول على إنون مجبورين لأنوا إذا ما فيك تكمل هيك شو هني ركائز الكابيتال كونترول تاني ركائز أولا التوقيت وتاني الهدف كيف يعني التوقيت التوقيت يعني بالسرعة يعني الكابيتال كونترول يعني الكابيتال كونترول سيصبح لنا تلات سنين ما هي ذا عم بيلابسوا هيا فإذا ما نعمل فإذا عمول الكابيتال كونترول وخلص منها القصة ضمن إطار عام شنك عم سبعت فيه كابيتال كونترول معك حق مئة بالمئة لسؤول حظ مجبور تعمله بس بك تعمله بالتي هي أحسن بمصلحة المواطن ليس لمصلحة ولا الدولة ولا غير قطاعات ولا غير ناس ولا غير مصالحة تعتقد هذا الاقتراح ما بيمر بمجلس النواب؟ هيدا لا رح يكون فيه دايما إذا بدك تدخلات سيئسية مع حسابات سيئسية انتخابية رح تلاقي كل شيء اسمه بيسموه بالفرنسيوي لتنور يعني الأصوات الكبيرة والعميئة على منصات مجلس النواب تحكي والدافع وتحكي شعباويا على موضوع شعباويا مش الحقيقة شعباويا يعني الشعباوية الحقيقية مش الحقيقة يحكوا ويدافعوا عن المواطن والمودع وكلهم منتفقين وعرفين ان المودع ما بقى عنده فرنك بي المصارف طيب بس في شيء غريب كمان اليوم الحكومة منبثقة عن إرادة المجلس وبتشبه المجلس اليوم وزير المالية هو كلنا نحن بنعرف انه تتابع لحركة أمل طيب انه حدا بده يقنعنا انه رئيس برري بده يرفض الكابتال كونترول يلي مهندس بالحكومة ويلي وزير المالية مش فعليه مضيع على الوقت بعد او شو شو هدفهم يعني يمرقوا الانتخابات استه جيمي اذا نرجع للتاريخ النمط الموجود بالملفات ككل زيت النمط اللي عم بيصير اليوم طيب بس اليوم بعد نحمول ايه مش مشكل هني ما عندهم ما عندهم احساس بهالموضوع يعني ما عندهم اموشنز تجاه يلي عم بيصير لانه هني مش مدقورين يعني هني ما عندهم اي تأثير من القرارات يلي عم بيخدوها اما ما عم بيخدوها على الصعيد الشخصي والاجتماعي والعائلة ولا واحد منهم بعد فيه اموال للموضعين ما بقى فيه شيء ولا طيب بدنا نكون واضحين ما بقى فيه وداع اليوم بالمصارف البروفيسور على حكيم الوزير الاقتصاد السريع انا عم بأكد لك اليوم ما في وداع في كيفية ترد هالوداع على مدى الطويل اللي هي بتترجم بكلمتين اولا المدى يعني قدى المدى وتانيا الليريفيكاسيوم معنات التحويل الى الليرا اللبنانية هلأ كيفية اللولارة بتصير على صعيد المهلة المدى اما يعني في عندك تقنيات في عندك يمكن اساليب في عندك تولز يقدر تكون اسهم تقدر تكون دفع حسب اليوم بعد تعميم مصارف لبنان وما هنا لك ولكن ما نكون واضحين البيل ان واضح وهذا اللي راح يجي على لبنان وما نكون واضحين من هالناحية كمان انه اليوم ما عندك حل اخر وبالتراتبية المسئولية عامة المالية بالقطاع المالي والمصرفي في تراتبية ما بيحكوا بس عن المودعين متل ما عم بيعملوا اليوم وبينتناسوا كل شي في تراتبية بحماية المودع في تراتبية اليوم بالقلب أكيد إذا بتاخد مثلا بأوروبا في شي اسمه BRRD يعني Bank Revision Resolution Directives بتكون واضحة إنه هي حماية على المئة ألف أورو كموضع وفي تراتوبية بالوصول إلى الموضع يلي هي من ناحية أولا رأس المال في شرائح برأس المال شريحة أولى شريحة تانية ما نفوت بالتفاصيل شريحة تالتة بعدين في الموضعين شركات المتوسطة والصغيرة بعدين الشركات الكبيرة بعدين توصل للموضع وما قبل الوصول إلى رؤوس أموال المصارف عندك أول شي مسئولية الدولة يلي هي المسئولية الأولى واليوم بلبنان عندك مسئولية الدولة وعندك مسئولية السلاح يلي مغطى هالدولة لأنه هالمافيا الموجودة ما كان فيها يعني اللي مانع اليوم أنه نوصل للدولة ونحيسب الدولة هو هيدا السلاح حتى بموضوع الوديع والمصارف مباشرة وغير مباشرة السلاح هو المسئول الأول من الحال اللي نحن فيه وهيدا واضح على جميع الأصعيدي بجميع القطاعات لأنه رأي سألك سؤال اليوم الاقتصاد اللبناني انزل من قبل شو؟ من قبل الاقتصاد المريدف والاقتصاد المريدف بيرتكز على شو؟ على السلاح على التهرب من الدولة صار فيه اقتصاد تاني غير الاقتصاد أكيد واليوم هيدا اللي بيبين وبيأكد الاستمرافية اللي نحن ماشي فيها في ناس بتقول بطريقة بعجوبة بعنا أكيد وما ننسى انه الكابتال كنترول بعنا هم نقول شو هو دفينيشن تبعيته التفسير رح يكون عم يدق بدك تشوف كيف بده يدق ويأسير على الاقتصاد المريدف هذا السؤال المهم لان الاقتصاد المريدف بيرتكز على التهريب بشركة وعلى الكاش ايكونومي وبيرتكز على الكتلة النقضية يعني العامة هل يتورى هالكابتال كنترول رح يقدير يسيطر على هالموضوع؟ مين عم يحكي عن هالموضوع؟ هدي صار معمول هيركت للوديع؟ يعني نحنا اليوم 80% يعني 80% هيركت الهيركت له هدف معين هو البيل ان نحنا عم نحكي بالواقع اليوم اللي عم بروح يسيطر على هيركت اليوم اللي عم بيسيطر هو انا بسميه ما بسميه هيركت بسميه تنازل الموضع لحقه تنازل المواطن بلا ما نحكي الموضع رح لك بس كلمة هدي موضع مسكين ومشين ايام في عندك موظف يقبض معاشه كل شهر ويتنازل على خصة الموضع تنازل إذا قبل بالأمر الواقع يعني هو عم يتنازل ولكن الوضع اللي نحنا فيه اليوم عم يسرقون للعالم يوم بالقوة معك حميم الميه وهذا كنت عم قوله بطريقة شوية سياسية أكتر هو تنازل بموضوع كمان كان طارح الكبتال كنترول اليوم موضوع لو لرد الدولارات ممكن تصير بتجوز بتمرأ يعني ما بتعمل يعني قلب كل الحسابات الدولار على الليرة اللبنانية بلاشتلك الموضوع عم بلاشتلك بلنكونوا ماضحين اليوم مافي حل إلا هاك يعني خدوا مصارب اللبنانية قدمة حتى بس رح يقولولك انه رح ترجع تاخد مصرياتك متل ماهنة معناتها على مدة طويلة وبالليرة اللبنانية كمان مش بالدولار مش بالدولار وإذا بكتخدهم بالدولار بكتخدهم حسب التعميم الموجودة أما المستقبلية اللي هو التعميم مئة وخمسين اللي بسمحلك تسحب مبلغ محدد بالدولار أنا بدي بدي اتوقف مع بريك ولكن قبل لبريك شو شكل باختصار شو شكل الكابتال كنترول يلي طالبوا صندوق أدنائد؟ يعني كابتال كنترول ما بدوا ابتكافي شقا رح تيك مثل الصين لليوم عم بيعملوا كابتال كنترول عندهم أمريكا ألمانيا سويسرا كانوا يععملوا كابتال كنترول بس وقفوا بالسبعينات في بعض البلدان حتى اليوم في عندهم كابتال كنترول كتير هيني مناخد من عندهم الإنون منشوفه منطبقه حسب إياس لبنان وحسب حاجة لبنان ومنقدمه في أسرع من هيك بس أنا قصدي صرنا سنتين وقفين بأزمة أزمات متتالية وأزمة إكتصادية مالية مهمة اليوم متكل الملفات بالضرورة وبالسرعة وبالوقت ذاته بدنا حل الموضوع طب لماذا فكرنا بالموضوع من سين إلى اليوم؟ ليه فجأة اليوم وعى الواتس أب انبعت الإنون الكابتال كنترول للتداول هيدا شغل هون هيدا جدية العمل التشريعي والتنفيذة على الصعيد الدولي اللبنانية بالواتس أب على الصعيد العام لو كان صار هيدا مثلا ببلد تاني كان فيه يعني فضيحة من هالناحية وين جدية التعاطي مع الأزمات المتتالية يلي عم بتدق بالمواطن اللبناني أين الجدية على كل الأصعي دي ما فيه مشاهدينا نحن فاصل ومنتابع حلقتنا مع البروفيسور ألان حكيم سنتابع حلقتنا مع البروفيسور ألان حكيم وننتقل إلى موضوع الموازنة وخطة التعافي بروفيسور الموازنة كمان نفس الشي تهربت من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب ووقفت ليه هالأسلوب اللي عم يعتمدوا الرئيس مئاتي خايف يفجر مجلس الوزراء السؤال الأول أي موازنة عملوا موازنة شوه كوبي بايست الموازنات القديمة يعني رجعنا على المشكلة زيتا يلي كلها أرقامها مش مظبوطة يلي أكيد بتكون منتفخة ويلي أكيد منها حقيقية لأنه أوهم شي بالموازنة معرفنا أي دولار مستعملين بعدين شويني أهدافها أي موازنة بترتكز عامة على خطة عملية من هالمنطلق برجع على موضوع شوية الكابيتل كنترول بيديها كمان ومع الموضوع هيدا يلي هو إنه عم بترقيع لأنه بس تعمل موازنة وبتعمل الكابيتل كنترول وبكرة بتاخد قرارات وينين وبتشريع طب وين الخطة الكبيرة بيسموها المين فريم بلان وين هو مين عمله شو هو سنتين لليوم ما نعرف شو هو ولكن سنعرف شو هو سيكون عم بنعمل مثل من عمله بقية الملفات يعني بالترقيع وبالسرعة وبالضرورة للتوصل إلى شي موجود إنه نحن عنا يسمحنا نقول إنه عملنا شي ولكن بالمضمون وبالتطبيق منكون بالعجز التام مثل ما صار ببقية الملفات نرجع بس للتذكير النفايات وبجع عيدهم لنوحكينا عنهم وكل هالملفات هولي حتى اليوم عم بيكونوا عم بي نزوا يوميا على صعيد مين؟ مش على صعيدهم هني على صعيد المواطن وعلى صعيد المجتمع اللبناني طب أنا اليوم بفهم منك يعني بدي كون شوي بس بحلي بس كمين زيادة بس عن الموازنة هل يترى هالموازنة الموجودة اليوم على إياس وحجم الأزمة الموجودة بالبلد؟ لا أعتقد أعيسهم أولهم أكيد يعني بدي كون شوي هيك متفائل إذا قربت هيدا الانتخابات هلا وإذا صارت الانتخابات إذا صارت الانتخابات وبقي هيدا التأم حضرتك عم بتقولوا نحن رايحين إلى أسوأ إلى وضع أسوأ لبل مثل كأنه مش الانفجار هلا الانفجار من بعض الانتخابات في حال بقيت هذه الطبقة كمان بنفس الوقت في حال تم تغيير هذه الطبقة أو تنكون واقعيين انخلق قوة وزنة بمجلس النواب قوة مستقلة عن الأفريقاء الموجودين اليوم شو الخطة اللي قادرت حطها وكيف قادرت تبلش وقديش بدنا وقت أولا بس بتقول لي لا ثقة بتقول لي نتفائل أنا بقلك برجع بجيوب بقبل قلتوا بأول الحلقة لا ثقة لو جبت لي عم بتفائل إذا في حال تغيير أكيد لا فهمت عليك لو خدنا اليوم أحلى خطة موجودة بالعالم وحطيناها بين إيدان هالجماعة ما رح يصير شيء فيه إلى الأسوأ إلى الأسوأ فإذا ما عنا أي مجال إلا الانتخابات اللي هو الوقت اللي كنت عم تحكي عنهم حضرتك هلا والانتخابات اليوم اللي جاية ممكن ونحنا مأكدين وعنا إذا بدك هال هاللفس التغيير اللي رح يسمحنا نتوصل إلى قوة تغييرية داخل مجلس النيابي وهالكوة التغييرية داخل مجلس النيابي رح تكون عم تقدر تأثير على جميع أول شيء التشريع وتانيا على التنفيذ ضمن إطار الحكومات المتتالية اللي جاية وضمن إطار المجلس النيابي وقراراته وأوانينه والتشريع اللي رح يصير على صعيد عام هذا الهدف الأول والأخير للانتخابات اليوم اللي عم بتصير لأنه ما ننسى أنه اليوم الارتكاز للتغيير له تلت تركيز أولا المجلس النيابي القادم تانيا الإرادة الشعبية يعني الناس اللي موجودين اليوم كل واحد عرف حاله تغييره وبدوا يغير الحال اللي نحن فيها يعني فيه قرارة زيت بمطرح من المطالح بدوا ياخدوه وثالثاً أكيد الإرادة إرادة الناس إرادة المواطن ككل إذا هالثلاث نئات موجودين لابد أنه نتوصل إلى مرحلة جديدة نكون مواضحين استجيمي نحن اليوم بحالة فيه شي بيسمو معناتها قواعد لعبة ما أقول إذا منيحة أما مش منيحة قواعد لعبة إدارية للدولة اللبنانية منعرفة كلنا من هالقواعد إذا بدك شي بتروح عند رجل دين بتطلب منه مساعدة من هالقواعد تروح عند ناية بتطلب منه مساعدة وخدمات تروح هو والتدخل بالقضاء يعني كل القواعد اللي منعرفها واللي منعتبرها نحن اليوم طبيعية جداً كلنا عامة إلا اليوم التغييريين التغييرين عام بيقولوا ما بقى بدناها قواعد هولي قواعد اللعبة هايدي نحنا ما بدنا إياها وبهالقواعد اللعبة فيه معارضة فيه موالات فيه لبداك نحنا كلها هايدي ما بقى بدنا إياها نحنا اليوم كتغييريين بدنا قواعد لعبة جديدة بدنا قواعد وين النايب عم بيشريع وين الوزير عم بيشتغل وين الحكومات عم تجتمع وعم بيجيب بوقتها مش دايما بالضرورة واخر ضيئة لمصالحهم الشخصية مع نتيجة وحدة اللي هي عجز ودفع الثمن عند المواطن اللبناني عبدنا قواعد لعبة طبيعية مثل كل بلدين العالم وهيدا المطلوب وهيدا اللي عم بتقوله حضرتك اليوم من خلال الانتخابات الجاية رح نتوصل الى تأسيس قواعد جديدة للعبة القادمة لانه هيديك التقليدي القادمة لابد من الانتهاء منا وما ننسى انه هاللعبة التقليدية القديمة من يرأسها السياد الحرب فازن نحن بسنة 2022 لازم نفكر بال2035 طيب انا بهمني منزل عم تفكر بال35 يعني العالم بده تعرف كمان في ناس بيقولوا خمس سنين تا يرجع لبنان يبلش عن اول وجديد في ناس بتقول عشر سنين في ناس بتقول بال35 بال38 رقم سمعته كمان اليوم قديش ازا صار فيه عن جد هالكوة التغييرية بالمجلس قدي لبنان واكتصاد لبنان بحاجة باختصار هيك طنعت شوية كمان يعني العالم تعرف انه عن جد قادرين نغير وقادرين مش بس نغير بالمجلس لان عكاس بتغيير المجلس اللي حيقدي الى انعكاس بتغيير حياتهم كلهم لو ما كنا متفقلين اليوم ما كنا موجودين هون ولا انت ولا انا وعامة كل التغييرين ما كنوا موجودين هون وكنوا بعضهم عم بيراهنوا على لبنان ما ننسى كمان مرحلنا بمرحلة صعبة مثل هايدي بعدة مراحل مرحلة الحرب الاهلية 75 كمان كان فيه هيك موضوع ما تبقى قاوم وضل واكيد رجع اسس قدمة فيه لسوء الحظ التأسيس كان تأسيس سيء جدا نحنا اليوم هدفنا تأسيس مرحلة جديدة للبنان من هالناحية التفاقل موجود اكيد اولا بالانتخابات وبالتغيير وتانيا بالمقاومة داخل مجلس النيابي والحكومات اذا سبح هالموضوع المتتالي اللي جاي لبعلم المرحلة اللي جاي ان شاء الله ما عليك بالانتقال لموضوع القرارات القضائية والنزاع المصري في القضائي تجميد فرنسا والمانيا ولوكسنبورغ اصول لبنانية بكيمة 120 مليون يورو متصلة بسلامة ومصادرة 5 عقارات شو يعني هيدا الشيء بالنسبة لها اذا في اليوم علامة استفهام قضائيا ممكن على الحاكم لا بالبنان فهمنا موضوع ان يزيع القضاء اكيد بس عم نحكي به فرنسا المانيا ولوكسنبورغ ليه يلاحق الموضوع القضائي يلاحق من قبل القضاء وكون هالقضاء متل ما عم بيلك قضاء مش قضاء لبناني تنشوف شو بدو يطلع من هالتحقيق في تحقيق عم بيصير اليوم يلاحق مدعو بدا نشوف لوين وصلين نحن رح نكون واضحين ما حدا ضد القضاء اللبناني نحنا ضد التطبيق اللي هو خارج القانون وخارج الأنظمة الموجودة عامة والانتقائية والانتقائية بالملفات طرق الحسن لا متقرب ما حدا بيجي بيقول انه قاضي عم بيعمل شي غلط اكيد القاضي عم بيعمل وجباته والعدالة عم تعمل وجباته ضمن اطار عام لازم يكون فيه متل ما قلت اول شي ما يكون فيه استنسبية وتانيا يكون فيه عدل بالتعاطي من هالناحية هايدي بس بجميع الملفات اليوم اللي عم بتصير عم نشوف باح نرجع نعيدهم كل مرة انه فيه استنسبية وما فيه تطبيق للأنظمة وقواعد اللعبة القضائية ولا سوء الحظ عم نرجع لمسرحيات ومهزلة واكيد الى عدم تطبيق القوانين اللي لازم تطبق عامة على كل الناس وخاصة مبدأ فصل السلطات اكيد ونحن عم نشوف اليوم كل شي بيصير بين مثلا الكتاعات المتعددة بوزارة العدل عامة بالقضاء اللي عم بيصير فيه تناقض هيدا بيعطي رأي هيدا بيعطي رأي موت تاني عم نشوف شو عم بيصير فيه تخاطب واخدوا رد على اسعدة القرار القضائي اللي عم بيصير هو اصلا قضاء بالعالم عامة ما بتلاقي ثلاث قضاء بيتفقوا على زيت على زيت كي بيقولوا زيت القرار بقى تخيل بس يكون فيه كل واحد عنده اجتهاد مشكلة واجتهادات عدة وقراءات كمان ومصالح شخصية وسياسية بتفوت بالدأ بتخلق لك يعني على اكيد مشكلة كبيرة على هذا الصعيد صحيح اليوم انه ايقالة او طرح موضوع ايقالة سلامة بيدر بالمحادثات مع صندوق النقاط الدولي هذا موضوع تاني هلا ما فينا نفوت ما فينا نعرف بالتفاصيل ولكن بس بلا شي نحكى يعني خاصة من بعد ضربة القضاء بدي يكون واضح بدي يكون واضح بإدارة العمال ما حدا بيقولوا عنه ان ديسبونيبل بيقولوا بال انه لا تشتلك كلمة ان ديسبونيبل ما حدا وينما كان هايدي قواعد اللعبة الإدارية عامة اكيد ما حدا بيقدر ياخد محل حدا ولكن عامة يعني يكون بداله كشخص ولكن عامة كمركز المراكز كلها بتتعبى وبتتفضى والبرهان عطى قاعد وبس يكون فيه ناس عم بيتركوا ناس عم بيفلوا يعني ما حدا بنقصوا القدرات 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 للأيام بوجبته اليوم وزارة الاقتصاد فيه تواصل حضرتك والوزير الحالي لا ابدا انا فيه تواصل مع مع العاملين بالوزارة الاقتصاد دايما اكيد لان ضل فيه علاقة طيبة بيني وبينهم يعني نحن مش بوارد تقييم ولكن ملاحظاتك على على اداء الوزير اليوم يعني الوضع بلبنان غير موضوع الفساد وغير موضوع السيادي وغير الموضوع 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 الكبير يلي ما تروحة بالبلد ويلي اخر هم المواطن مننا فيه موضوع لقمة العيش فيه موضوع السعار الاكل خاصة الخضروات نحن عبواب كمان رمضان يعني شو عم تعمل بس وزارة الاقتصاد شو الشي اللي عملو يلي فاد المواطن بدك اول شي يكون معك واضح على موضوع الامكانات وزارة الاقتصاد اما كلح يلا وزارة اليوم الامكانات الموجودة عامة بالوزارات ضئيل جدا ولكن هالدقالة كانت موجودة من زمان ومن هالناحية هايدي الواحد بيعمل بالموجود هايدي كمان بإدارة العمال كتير مهمة تعمل بالموجود خلال المرحلة اللي بكل توضع كتب موجود ثلاثة سنين تقريبا كان في عندي مشاكل وكان في مشاكل واجهتها بأدوات موجودة بالوزارة قانونية وتشريعية وتنظيمية تقدر اتفادة المشاكل وزيت المشاكل وزيت المشاكل كانوا موجودين بقياما على اكيد مش متل المشاكل اليوم ولكن ما احدا عم بيطلب كمال ما احدا عم بيطلب حلول في ملي بالمي في مليموم يعني في اقله انا بأعطيك بطل الاجتماعات المتتالية مع اصحاب الشأن واللاعبين واللاعبين بالقطاعات هول يعني بأعطي مثل الخضار الخضار في وينين تاني في ممكن يكون فيه يعني تحدد الاسعار بموجب أنون حسب ما القانون بيقول مش انا اللي هم بقوله القانون موجود نسيت شو اقمو القانون بيمنع البيع فوق حد معين من الأرباح حد معين من الأرباح اكيد موجود طب فينا نطبقه طب اذا ما راح نطبقه اليوم استثنائيا بحالة استثنائية امتين راح نطبقه اليوم في عمليته زاك كتير كبيرة اليوم بموضوع لعب سعر صرف الدولار اليوم اكيد حالة اليوم حالة استثنائية بدك تقلها فيك اليوم في حالة استثنائية صارت بغير بلدان تنكون واضحين اليوم وصية عند حالة استثنائية اليوم شو التدبير لازم ياخده وزير الاقتصاد انا قلتك كذا مرة في قوانين تتاخد ضم اطار الحكومة اللبنانية مع الوزارات المختصة لتخفيف العبق على المواطن اللبناني تتاخد كلها ما فينا نفوت بالتفاصيل اليوم ولكن موجودة وفينا نخدها ونرجع نعمل اقوانين جديدة لهالموضوع موضوع الاشراف والمرائب وهو كل شيء لا فينا نعمل الشراف والمرائب بدون اطار عام ما بده هالقد كل شيء بنعمل ما بتقدر تستعين وزارة الاقتصاد بمرائبين من جمعيات اكيد انا استعنت انا عمطة العلاقية ما استعنت بالتلميز مش بموظفين استعنت بالتلميز انا بالجمعات عمطة ما نحج اليوم كمان عديد الوزارة ما نجي نعطي اعذار اليوم بدنا افعال يعني اللي بده يشتغل فيه يشتغل استجيمي ما بدنا اعذار بدنا افعال لو هالافعال بنا متكاملة وكاملة بدنا افعال تيجي تقول نحنا موجودين نحنا هون تكلوا علينا عم نجرب وعم نجرب نحل هالامور اليوم المواطن مليقى حاله لحاله وهيدا عبق كبير على الحكومة الحالية ومش بس هيدا واللي قبله واللي قبله واللي قبله يلي كانوا عيزين عن اي موقف ومبدأ الا التخريب والتدمير الممنهج للقطاعات كافة ولسوق الحظ عم نشوفه النتيجة عم نشوف النتيجة على الارض انه مش عم نخبر ولا عم نعف من الشعر نحنا عم نشوف نحنا في وقع عايشين رح قللك شغلي واحدة لو قدرنا نتوصل الى خمسين بالمية من الحلول خمسين أربعين بالمية مش رح قلق اكتر من ايك كمين مرة ما في شي كامل كنا قدرنا نخفف نحنا نوقف تدهور نخفف الوطأ نخفف الوطأ يعني اذا وقفنا التدهور اللي نحنا فيه ما حدا قدنا سوق الحظ السوق النية والتعمد بالقرارات هو اللي عم بيخب الموضوع وما ننسى انه القراري اللي اتخذ سنة الـ 2021 بيعتقد انه وقت عميبه ووقت بيسرع مباري عشرين اما واحد وعشرين هو عدم دفع الاستحقاء للدولة اللبنانية كان بداية التدهور الكامل ويلي اخذ القرار معروف مين ويلي اخذ مين عمل كابيتل كنترول برابع يوم مين اللي اخذ قرار باعدم الدفع رابع يوم اما تالت يوم الرئيس حسن رابع يوم اما تالت يوم من الثورة ثورة 17-20 كمان ذات الاشخاص يلي اخذوا القرار عدم موجود كابيتل كنترول فاذا التدمير الممنع قبل دكتور حسن دياب قبل دكتور حسن دياب اتخذ على كابيتل كنترول كما قلت لك هلا وعلى ايام الحكومة هاي دي اتخذ مرور عدم دفع الاستحاقي اللي هو عمل بولدوناج وتخيل لليوم ما في اي نقاش وتداول مع الدائنين يعني كله عم يترتب علينا كله عم يترتب علينا مفاكرين هن برا متل اللبنان بيطنشون يعني اذا بتسمحني بس كان من احكي عن موضوع صغير بيتعلق بدأ انت الى موضوع الانتخابات بس اتفضل بس الموضوع القطاع المالي والقطاع الاتفضل تفضل اليوم اللي عم نشوفه قدامنا هو سيناريو عم بيقلنا والتالي اولا تدمير القطاع المالي كليا من كل النواحي واعيد التكوينه على اساس جديد وموجه نحو تأمين استثمارات اقتصادية واستثمارية لايران اكيد ان اليوم ايراني اذا فتنا بالجو بالمنطقة كله بتحس انه فيه تقريبا اذا بدك قبول بالوجود الايراني مقابل بعض التنزولات والتسويات اللي عم بتصير بالمنطقة لبنان من ضمنها فاذا اعادة كمان تكوين الاقتصاد الايراني الي هو اليوم بالارض بيمرق كمان بلبنان فاذا اليوم تخلص من القطاع المالي الموجود ويعيد تركيبه على صعيد هالمخطط ممكن عم بيعطيك سيناريو في سيناريو تاني بيكون كمان كمان كتير بسيط مش انهيك حزب الله قام ايامته على حكم مصري في لبنان وكل ال ما بدنا نفوق بالتفاصيل ولكن عم بقلك انا كنظرة شاملة تحركات السورية اللي كانت عم تصير بمناطق وكانت موجهة تحديدا استاذ جيمي كنظرة شاملة ما نحقنا نحنا كمواطنين نتسأل ونسأل لانه مش معقول هالتدمير الممنهج يكون خير هادف الى شيء ما الموضوع التاني الي ممكن يعطيه كمان هو تحميل القطاع المالي عامة العب الجزائي والعب المالي للتدهور طبعنا لأكيد عدم محيسبة السلطة القائمة حاليا نعم وهي دي نقطة كتير مهمة بدنا نكون واعيين عليها لانه بالحلتان يعني هالقد مفصلة موضوع الانتخابات 15 يار بنرجع لموضوع الانتخابات عشان اكيد اه تفضل في انتخابات برأيك كل شي بيدل انه في انتخابات اكيد بين الضغوطات الدولية وبين التحضيرات الداخلية وبين اكيد التفاؤل اللي عم نسمعه باهل السلطة الحالية باعتقد رح يكون في انتخابات بأسرع وقت ممكن يعني بهال خمسة عش اكيد بيرح وزير الداخلية السابق العميد ماروان شربي اللي كان ضيفه نعم وبيقول انه ما بيسترجوا يمددوا ما رح يسترجوا يمددوا اه ومعوحة وممكن اذا ما صارت الانتخابات لا يكون فيه مجلس نياب جديد لا يكون فيه انتخاب رئيس جمهوري جديد ونروح على فلتان اكيد هيدا الاساس الاول ممكن نوصل لهيدا اذا بدك هيدا هو الحاجز الاول للوصول الى انتخابات هو عدم التمديد اكيد ما حدا رح يقبله رح يكون فيه مشكلة كبيرة على الصعيد اذا ما حدا رح يقبله اذا كانوا بدون يشدوا حالنا يعملوا الانتخابات اي بدون عم يعملوا ما حدا رح يطيب رح يصير انا ما بعتقيت عم بللك بعضني عم بللك الانتخابات بعد الدول الغربية خاصة محمسة على الانتخابات من بعد ما صار فيه هيك خمول لدى مجموعات الثورة عامة المجتمع الدولي يعرف انه الانتخابات ما رح تودي لشي تغيير كبير تغيير كبير هي مآمنة هيك نعم نحن لازم نبرهن لون انه هن غلطانين لو نحن مأكدين انه التغيير قادم على كيد على مدى طويل ولكن قادم ولابد منه لانه اليوم بسنة 2022 مع الاجيال الجديد الموجودة لابد من التوصل الى دولة تحترم حالا بعدك ببعض المطارح تجد نفس الحديث فيه ناس بتقولك ما رح يصير في تغيير هاي دعاية ما رح يصير في تغيير فيه ناس تقصد اكيد فيه ناس عم بتجرب هي تقدير قدم فيها وهيدا اللي عم بوصل للدول الغربية ودول المجتمع الدولي هالأصداء يعني الاحزاب بتقول لها جمهورة انتبهوا ما رح يصير في تغيير فاقوع انتوا تغيروا هالأصداء هالأصداء المتشائمة عم توصل للمجتمع الدولي والدول الغربية اكيد والدول العربية وعم تعطي هالأصداء انه ما رح يكون في تغيير ولكن نحنا مسؤوليتنا كلبنانيين وانا عم بتعاطى هون وعم بحكي من هالمنبر للواحدة وخمسين بالمئة يلي ما انتخبوا بارت الماضي ينتخبوا هالمرة وما يزدوا المسؤولية على حدا على امل هاي دي مسؤولية كتير كبيرة سؤال اخير قبل ما نختم نحن وياك تعليقك على كلام رئيس الجمهورية بروما حزب الله ما بشكل اي خطر بالداخل وهو حامل المسيحيين وكلام الى ما هنالك بدرجع لموضوع السيادة السيادة هي اساس كل شي بها البلد والسيادة يعني رئيس الجمهورية غير سيادة والسيادة معروف شو هنه قطغ السيادة يعني رئيس ميشيل عون غير سيادة بدرجع بتخليني بدرجع تخليني اولا يعني بنا نحطها نحن عنا هي لا انا اللي بدفيني اقوله انه اكيد اليوم السيادة مفؤودي من الحكومة اللبنانية كاملة وعلى صعيد ثلاثة ثلاثة مناصب الرئاسي ومجلس النواب ومجلس الوزراء لسوق الحظ ما عنا سيادة اليوم السيادة مفؤودي على الصعيد اللبناني والبرهان اللي عم ننطر على جميع الأصعيد من الخارج بينما الاتكال هو على الداخل وعلى اللبناني عشان هيك برجع بقول انتخبوا صح معاليك انا بنهية هايدي الحلقة المشوئة او هيك الغنية بدي اتشكرك على حضورك بتمنى لك توفيق دي بعد مرة لصوت لبنانية اهلا وسهلا فيك